موسيقى النفس الأمارة بالسوء أيها الإخوة والأخوات هي ذات الجاذبية الأثقل في الإنسان هي ذات الجاذبية الأثقل والدليل مشاهد بالعيان أنك ترى معظم الناس إلى التحلل والانحراف عن طريق الله تبارك وتعالى ومعصية الله أقرب وأدنى أليس كذلك؟ طبعا الناس ليس يغرب عليهم الصلاح فترى كثرة الصالحين وكثرة المتقين وكثرة أولياء الله لا 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 هؤلاء ندرأ امتياز هؤلاء امتياز صلاح وامتياز لهم قل الله ما اجعلنا منهم معظم الناس أيها الإخوة يحطبون في حبل المعاصي لا يلون على شيء أحياء كأموات كما قال تبارك وتعالى لماذا؟ لأن جاذبية النفس الأمارة بالسوء ثقيلة جداً جاذبية فائقة الأمارة بالسوء أحبابي أخواني وأخواتي تتضمن ماذا؟ وتشير إلى ماذا؟ تشير إلى الجانب الغرزي الحيواني البهيمي فينا ما يتعلق بالأكل والشرب والتعاطي مع ذلك الشيء الذي تعرفون النساء وأيضاً السلطة والسطوة والقوة وما يتفرع عنها وما يتفرع عنها من الغضب والانتصار للنفس والانتقام للذات وما حبّة الامتياز على عباد الله وهذا ملاحظ في كل واحد منا الإنسان بما هو إنسان فيه هذه الجوانب فيه هذه الجوانب وقد تذهب بالإنسان مذهباً يلحقه بالمجانين أيها الإخوة أو الحمقى فبعض الناس إن رأى من نفسه تميزاً على أخيه أو صاحبه أو جاره بشيء يسير ما المال شمخ وذهبت به نفسه كلما ذهب لماذا؟ لأنه أعلى قليلاً في باب المال عجيب جداً هذا هل حقيقة الإنسان فيما يحصله من مال؟ بعض الناس إن حفظ شيئاً يسيراً أزيد من أخيه طالب العلم مثلاً يرى نفسه عليه الإنسان يحب أن يمتاز وهذا من حمقه ومن أنانيته يدور حول نفسه بطريقة مجنونة الإنسان أحب أن يمتاز بأي شيء أنني أعرف ما لا تعرف وأملك ما لا تملك وأحسن ما لا تحسن فكان ماذا؟ ما هي النتيجة؟ أهم شيء بعد ذلك ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة في الدنيا؟ ما هي النتيجة في الآخرة؟ ليس يهم أن لديك ما ليس لدي وأنك تحسن ما لا أحسن كيف تصرف هذا؟ كيف تستثمره في خدمة الناس؟ في خدمة عباد الله تبارك وتعالى أليس كذلك؟ هذا المهم ثم كيف تستذخره عند الله تبارك وتعالى إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه الحكمة هذا هو العقل فالنفس الأمارة إخواني وأخواتي ذات ثقل فائق وجاذبية متعبة ومن الأسهل على الإنسان أن يستجيب لها طبعا من الأسهل على الإنسان أن لا يقاومها لأنها ذات جاذبية هائلة فخلاص ينتهي إليها ينتهي إلى ما تريد أيها الإخوة أما النفس اللوامة فتأتي في برزخ في منطقة وسط بين النفس الأمارة والنفس المطمئنة النفس اللوامة حين ينجذب الإنسان على وجه لا يرضي الله تبارك وتعالى للنفس الأمارة تقوم له هذه النفس اللوامة تقرعه تبكته تثرب عليه تعاتب عليه قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن المؤمنة جمع إحسانا وشفقا دائما يقرع نفسه مع أنه محسن ما شاء الله غالب أمره الإحسان وإن المنافق جمع إساءة وأمنى المنافق هذا كالكافر هذا الذي استنام واطمئنة للنفس الأمارة لنفسه لنفسه الأمارة وإن جذب إليها بالكلية فلا يكاد يقاوموها إلا فيما ندر وفيما قل ويكون عظيم أثق أن الله يحبه ويغفر له وأنه إن رد أو رجع إلى ربه إن له عنده للحزن أكثر منك ومني ومن كل هؤلاء الذين دأبوا أنفسهم وأتعبوها في ذات الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا منهم عجيب هذا من العمى هذا من العمى قال تبارك وتعالى في صفة عباده الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا فكأن الحسن البصري تلمح هذه الآية معنى هذه الآية قالت عائشة وأم المؤمنين رضوان الله عليها يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلهم في حال الوجل والخوف مما آتوا أنهم إلى الله يعني أنهم إليه راجعون هو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر قال كلا يا ابنة الصديق بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه هذا هو المؤمن جمع إحسانا وشفقا بفعل ماذا؟ بفعل نشاط النفس اللوام فيه النفس اللوام فيه لا يكاد يغلب حسن الظن بنفسه يسيء دائما في أكثر الأوقات والأحوال الظن بنفسه يخاف منها لأنه يخاف من من جذب النفس الأمار يخاف إن استنام قليلا تجذبه تلك الملعونة وكم قد رأينا ولذلك يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم صلوات ربي وتسليماته أجمعين وعلى نبينا وآل كل ماذا قال؟ رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا يا سلام وألحقني بالصالحين هذه منيتك أن تموت مسلما؟ طبعا منيت كل حاقل لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة يا إخواني وهذا يوسف عليه السلام يوسف يوسف رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا هم شيء أن أموت مسلما يا الله يا الله لماذا؟ لأن الحي كما قلت لكم قد يفتن والعياذ بالله وهذا جزء من معنى خطبة اليوم قد يفتن إن لم يصل إلى المعادلة المطلوبة في معاملة هذه النفوس أيها الإخوة قد يفتن وقد يكب على وجهه ويتردى والآلم والأبأس أيها الإخوة هو أنه لا يفتن إلى هذا ولا يتأثر به كم ذا قد رأى أحدنا رجلاً كان عليه سيماء الصالحين وبهجة القرآن وجمال الإيمان ثم حار وانقلب وبدأ يتعاطى المعاصي وبدأ ينذر نفسه لأذية عباد الله وهدك حرماتهم وتغول حقوقهم فاسود وجهه فاسود وجهه أسود كان أم أبيض يسود السواد المعنوي يسود وبشعت خلقته أصبح فيه سبحان الله كذا حين تنظر إليه يظهر فيه شيء ينفرك منه واختبط يتخبط كالذي مسته الشيطان والعياذ بالله وهو راض مسرور بنفسه أليس كذلك؟ هذه حالة مخيفة تجعلك تخشى على نفسك أنني يمكن أن أغمر في مثل هذه الحالة ثم لا أفطن إلى التغير المريع الذي طرأ على كياني على نفسي على ذاتي كل واحد ممكن تحدث له هذه الحالة نسأل الله الحفظ والسلام والتزديد